بعد أن أوقف فيروس كورونا العالم وشل الاقتصاد وأغلق الحدود بين الدول ظهرت فاعلية التقنية التي بدت كحسنة لفيروس كورونا وساعدت في تسيير العالم فمن اجتماعات دولية عن بعد لرؤساء الدول إلى تعليم وعمل عن بعد كما بدت للدورات التدريبية عن بعد دور كبير في إثراء الناس أثناء الحجر المنزلي في وقت يبحث فيه الفرد عن ما يفيده ويشغل وقته إثرائي إحدى المنصات التدريبية عن بعد وهي منصة إلكترونية لمبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بعد أحد مبادرات معهد الإدارة العامة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية من خلال تمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة إلكترونية تفاعلية بكل يسر وسهولة فبمجرد التسجيل بالمنصة يمكن لموظفي الخدمة المدنية الاستفادة من البرامج التدريبية الإلكترونية المقدمة عبر إثرائي والتي تتفرد بمحتوى تدريبي معتمد وذو جودة عالية كما تتيح إثرائي لجميع زوارها فرصة التسجيل والاستفادة من العديد من الخدمات المعرفية والإثرائية في مجالات التنمية الإدارية وممارسات الإدارة الحديثة مراقبون أكدوا أن التعامل مع التقنية بعد كورونا لن يكون كسابقه بعد الدور الكبير الذي لعبته التقنية في تسير العالم بظل أزمة كورونا